ليس في الشارع وحده أو في البيت تحاك المؤامرات ضد العراق وشعبه فالطائفة الغالبة اليوم هي طائفة الشعب الواحد الموحد لكن في الجسد السياسي العراقي حصرا كل شيء معرض لتشويه النسيج وصناعة التفريق تحديدا في جامع أبي حنيفة النعمان كان سلاح العراقيين العقلاني هو وحدتهم استباقا لأي محاولات لصناعة فتنة وطائفية يصلي أهل الكاظمية مع أهل الأعظمية في أبي حنيفة النعمان بصلاة موحدة يوحد فيها الشعب دينه لله وحده وثم للوطن قبل هذا انتشر التحذير عبر المنصات من خطر الدخول في نفق الطائفية وما أكثر أنفاق الظلام التي تصنعها السياسة الفاسدة التي لا حق فيها ولا ضمير قد تختار المراقد هذه المرة والمساجد للحرق أو الهدم أو إثارة المعارك وإعلاء صوت الشيطان وهنا كان صوت المرجعية واضحا بالتحذير والتذكير بأن العراقيين لهم عراقهم الواحد بجسدهم الواحد أما القوة التي تصب في رصيد الأجهزة الأمنية تجعلها الأولى في صدارة المراقبة والمتابعة وتفويت الفرصة على أعداء البلد بعمل استخباراتي مكثف وحرص مستمر من القيادات الأمنية تعزز هذا الاهتمام بزيارة مستشار الأمن القومي قاسم الآراجي وقائد عمليات بغداد لواء الركن أحمد سليم بهجد ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري قادة يحرصون على إغلاق الطريق في وجه من يحاول صناعة نزف جديد أو شرخ يعيد مظاهر الطائفية وقتل العراقيين بعضهم بعضا لينعم أهل النفوذ والمصالح برغد السرقات والسباق على ذبح مستقبل العراق